قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فادعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختيار وعبر المخاطبات الورانية في القرآن الكريم التي خاطب لربنا سبحانه وتعالى بيض Friend aceة رسمي هاتي قطابات بالقرآن والتي ننمس فيها كما الحفقة والراخة والمحبة للباد وذي كلهم قرأت فداف الله سبحانه وتعالى بجلب المنور عرف ما يوجد ما بعد السطور وما وراء الحروب من الرحمة للأهية والشفقة الربانية على العباد ومن الرحمة للأهية والشفقة الربانية على العباد ومن صولة الربوبية ومن العزة المطلقة لله سبحانه وتعالى فكل ذلك المسوى الإنسان عندما يقرأ هذا الكتاب الرباني الخالد ومن ذلك أيضا التعليمات التي ربنا سبحانه وتعالى يدلنا عليها في كتابه ونتيه سبب فلاحنا عنده ومحبته لنا عز وجل ومن ذلك الإشارات القرآنية للمواسبة الخيرية العظيمة لهذه الأمة المحبوبة عند الله ومن ذلك الإشارات القرآنية للمواسبة الخيرية العظيمة لهذه الأمة المحبوبة عند الله ومن ذلك الإشارات القرآنية للمواسبة الخيرية العظيمة لهذه الأمة المحبوبة عند الله وصرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضائله وهو شهر رذب العظيم الذي ياتيب عتيها الرمضان مباشرة في فضائله وفي رحمة الله له حتى مما كان مما أدرك الناس من التعليمات التي تورثها الأنبياء ولا تزال تتوارث إلى زمن الجاهلية ما قبل الرسول تعظيمهم لهذا الشهر العظيم فكانت توجد بداية من تعليمات الأنبياء يتوارثها الناس جيلا بعد زياد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكذلك مما تورثهم الناس من الأزمان القديمة تعظيمهم من شهر رجب هذا المبارك لند الله وكانوا يقدمون ويؤخرون في الجاهلية في الأشهر حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعاد الأمور لنصابها ووضع ترتيب الأشهر كما هي عند ربها حتى تأخذ الناس الرحمات في الأشهر حقيقة الموجودة فيها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لكلام الله سبحانه وتعالى فهذه التمييزات والتخصيصات الأشهر هي من الله سبحانه وتعالى فهناك الأشهر الحرم وهناك الأشهر الحج وحناك الأشهر الأخرى في السنة مثل شهر الصيام وعندما نقول أشهر الحرب أو أشهر الحج يترتب على هذا أحكام ليس مجرد أطلاق مسميات فقط فأشهر الحج معلومة في الشريعة الشوال وذلقعدة وذلحجة وعليها يترتب الأحكام الشرعية أن من أحرام بالحج يغير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه حجا فأن الحج له موسم محدد من الله فهو هذه الأشهر العظيمة حتى قال فبهاون الشاطعية رحمهم الله تعالى أن من حرام بالحج في غير أشهر الحج فإنما ينعقد إحرامه عمره لعظمة هذا العقد بين الإنسان وربه عندما ينوي الذهاب للحج ويعقد على الإحرام بالحج وعندما نقول خذلك أنها أشهر الحرم لا يترتب مجرد أطلاق اسم فقط وعندما نعرف أن هذه الأشهر الحرم مميزة عند الله ووجه تمييزها عند الله سبحانه وتعالى أن الرحماتها الكثيرة والبركاتها عظيمة and of the things that renders and distinguishes that the blessings and the good that are within these months are profuse ووجه أخذ الرحمات في هذه الأشهر الحرم هي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى بعدم ظلم منفسنا فأنا ما عندنا نظلم منفسنا سواء كان بوقوع نفسنا في الخطأ أو بالليساء إلى بيرنا هذا يحجبنا عنا تلقي مواهب ربنا وفير ربنا عز وجل لذلك قال لنا ربنا عندما ذكر لشر الحرم ذكر أعظم سبب لحصول الخيرات فيها قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم النفس ما يكون بالإساءة أو يكون بتكسيرها في حق الرب فالإساءة عندما يشي إلى غيره وظلم النفس عندما يكسره في حق نفسه مع ربه يترك حق فرضا من فرائد الله أو أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى وأعظم الأشهر الحرم هذه هي شهر عجب هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وقال أن ثلاثة السرد التي تتوالى هي ذو الكعدة وذو الحجة ومحرم ونلاحظ أن شهري ذو الكعدة وذو الحجة فيهما فضيلتان كونهما من أشهر الحج وكونهما من الأشهر الحرم ولكن شهر رجب هذا هو مميز بفضيلته وهو شهر رجب فقط الفرد رجب in and of itself is distinguished by virtue of the fact that it stands alone and it's called رجب الأصب ويسمى رجب الأصب it's known as الأصب the month in which gifts from Allah subhanahu wa ta'ala rained down but it's also known as الأصب the silent month وسمو الأصب لأن أهل الجاهلية الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون مما ادركوه من تعظيم الأنبياء ومن الأديان الماضية أن هذا شهر عظيم فكانوا متركون الاكتتال فيما بينهم والتناحر والحروب and it's called the silent month due to the fact that the people of Jahiliyyah prior to Islam due to the way they exalted this month and that which came down from the prophets about the exalted nature of the month they never used to fight inside of that sacred month فكانوا يتركون سلاحهم ولا تسمع فيه صوت الأسلحة ولا صوت الحروب فسموها الأصب كأنه لا يسمع فيه صوت الحرب so they'd abandoned this sword and they'd abandoned war so thereby inside of that month it was silent in that you would not hear the sound of war وسمي أيضا للأصب لأن الرحمات من الله سبحانه وتعالى تصب للعباد في شهر رجبها and it's also called asab due to the fact that the mercy of Allah سبحانه وتعالى it rains down والرحمات هذه معلوية تحتل في القلوب and these metaphysical mercy they impact the heart they exist in the heart وتثمر عن النشاط في الأعمال الصالحة والتخلق بالأخلاق الحسنة and they bring forth anyone being vigorous in their performance of righteous deeds فإذاً نحن نستعد في هذه الأيام المباركة أو من هذه الأيام المباركة لاستقبال هذا الشهر العظيم والضيف الكبير and so in these days that we have now we are now preparing for the coming of this great host this great guest which is the great month that approaches Rajab وينبغي أن لا يمر علينا هذا الشهر في هذا العام آذف ربعين وخمسة وثناثين إلا ونحن بزيادات عما أخذناه من البركات في العام الماضي فالناس يتفوتون في إدراك بركات الأشهر هذه ويختلفون على حسب الاستعدادات أنت تستعدل أي أمر فهذا شهر ونوس مبارك تستعدله فإذا استفادت الناس من المواسم الربانية تختلف باختلاف الاستعدادات باختلاف القابليات الموجودة داخل البواطن تقبلوا لذلك الخير وتختلف باختلاف الأرواح الموجودة في الأجساد فإن بعض الأرواح لها قابلية أكبر لتلقي هذه الأنوار والبركات مختلف مثل اختلاف الناس في عالم الحسب والظهر في أي شيء حتى في محبتهم من الطعام ومبالهم عليه فكذلك في إقبالهم على الأمور المعنوية واخذ أرواحهم من بركاتها فالشهر العظيم هذا إذن القادم علينا هو سيأتي 29 يوما أو 30 يوما وسيرحل ولكنه لن يرحل كما دخل أبدا فأن الناس سيزدادون فيه ولكن تختلف اختلاف الزيادات عند الناس واستفادتهم من هذه الأيام والليالي التي تمر عليهم في شه الرجب لن يرحل الناس في同じ طريق كما وجدتهم ولكن المختلفة سيكون في الواقع من الناس في محبتهم والأعمال الصالحة التي نعمله في شهر رجب ليست درجتها ولا ثوابها ولا أثرها في القلب فهذه الأعمال التي نعمله نحن الآن في شهر جمادة الآخر هكذا رحمة من الله سبحانه وتعالى يجعلها للأمة حتى تستفيد من مواسم الخير يجعل بعض مواسم دفع لمن لا يقدر على الأعمال الصالحة وهذا من تخصيص الله سبحانه وتعالى للأزمنة فأن بعض الأزمنة مباركة كيوم الجمعة وليلتها وكليلة القدر ورمضان وكهذه المواسم أشهر الحجم أشهر الحرم شهر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم These are especially the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside of specific times like the Jum'ah and the night of the Jum'ah and the night of the Jum'ah and the night of the Laylat al-Qadr and the night of Laylat al-Qadr And likewise the month that we're speaking about إلا أن شهر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مميز بفضيلة خاصة وهي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم واكفة بولادة رسول الله ووجوده في هذا العالم رحم عظم للوجود كله And likewise the month in which the Prophet صلى الله عليه وسلم was born and it's a distinguished month by virtue of the fact that he was born صلى الله عليه وسلم and it's efficient by virtue of the fact that he came into existence inside of that month ربيع فمن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم تفرع يوم فرحنا بنزول القرآن وتفرع فرحنا بجميع الأيام الموسئ المفاضلة في حيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تهجرته وإسرائه ومعراجه وانتصاراته فهذا فرع عن يوم ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم And our delight in the fact that the Prophet صلى الله عليه وسلم received prophecy and our delight in the fact that the Prophet صلى الله عليه وسلم made the night journey to heaven and the ascension and our delight in all those great incidents that occurred inside of the life in times of the Prophet صلى الله عليه وسلم they all find their origin in the fact that the Prophet صلى الله عليه وسلم was born in that blessed moment لذلك لا عنف وأن يتيجدن يقينا أنذي اذا فرحنا بيوم هجرة رسول الله أو إسرائه ومعراجه أو ما غير ذلك فهنما هذا فرع عن اختفالنا بولاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأصل وجود صلى الله عليه وسلم والفرع الاحتفالات وما يترتب على ذلك الوجود العظيم So all of the things that we delight in at the hijra of the Prophet صلى الله عليه وسلم and all those other great occasions inside of the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم فأقل الأمور أن نستقبله بثلاث خصال أو نستعد لستقباله بحاجة ثلاث خصال أول خصلة وحدي تؤثر جداً أن نستقبل هذا الشهر من الآن بماذا؟ بالنوايا الصالحة فننوي النوايا الصالحة لهذا الشهر من الآن قبل أن يدخل علينا وقبل أن يهل قلاله نستقبله من الآن بإعداد النوايا فمن آخر هذا الشهر جمادة الآخرة أو جمادة الثانية أنت تنوي النوايا الصالحة لإستقبل هذا الشهر تنوي حتى أو لم تتكلم برسانه سأعمل كذا وكذا هذا الشهر سأذكر الله فيه كثيراً سأعمل الخير سأقرى القرآن سأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأصول في شهر رجب هذا الفاضل رجب مضر and so you should now in these last days of jumadha that you should prepare all of the intentions for those great righteous acts that you want to do inside the month of rajab that you intend to do great acts inside the month of rajab you intend to fast you intend to do good things extend good things unto people inside the month of rajab you intend to recite the Qur'an هذه النواية أنت تحاول استخراجها من بطنه وامدعادها من قلبك باسمه الباعث سبحانه وتعالى وترسلها إلى مولاك سبحانه وتعالى ثم تجري حسب القضاوة القدر فإما أن أعادها الله سبحانه وتعالى إليه مطبقة في الوابع وقمت بما نويته أو فوق ما نويته إلا الله سبحانه وتعالى أعرág wide into your intentation to be realised inside the month of rajab أو الله سبحانه وتعالى will realise upon your hands that which is even greater than your intention Maybe it's possible that Allah سبحانه وتعالى will not even realise anything upon your hands inside the month of rajab but He will still reward you لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله لأنك أنت تصل بالنوايا ما لا تصل بالأعمال النوايا واسعة جدا والعمل قليلا لتنوي أن تصلي من أترافاتها وقد لا تقدر أن تصليم هات ركعة قد تنوي أن تقرأ ألف ختمها وقد لا تقدر أن تقرأ ألف ختمها ولكن تنبعث النواية هذه من القلوب الطيبة أيضا ومن القلوب المنورة ولكن الشيطان إحياني يضايق الإنسان حتى في النواية حتى مجرد إخراج النية الذي يضايقه للشيطان ولا يريد أن ينوي نية حسنة ولا أن يخرج من باطنه نية صالحة مع الله لأن النية هذه غالبا مقبولة لا يدخل فيها إحباط ولا رياء ولا أي شيء مقبولة مباشرة عند الله سبحانه وتعالى وغالبا تتحقق ولكن إذا كانت خالصة مهما كانت الظروف المحيطة بها دخل أحدا إلى أحد الدعاء إلى الله إلى مسجد كبير حتى تعرفوا النية كيف تؤثر كان في أحد العواصم العربية كان مسجدا كبيرا زايدا على بضية المساجم ونظيفا ومرتبا ومنظما فرئيس المجلس المسجد هذا دعاء هذا الضيف الداعية وقد يدور في المسجد ثم أخذه إلى مكتبه الخاص وقال لذلك الداعي تدري أنا كيف بنيت المسجد هذا قال أنت بنيته قال أنا بنيته بمفردي هذا حيث هذا قد يكون بنا عدد كثير من الناس ومن التجار قال أبدا أنا بنعت هذا المسجد قال لقد ذهبت إلى أحد الدول أريد أن أعمل وأن أشتغل جاءتني ضيفة في تلك البلاد قال لما رحلت إلى تلك الضيفة أخذت قيمة الرحلة الأساور حق أختي دين من الديون ليس عندي حتى قيمة التركة ولكن قال كانت نيتي معلقة في المساجد وفي حبة الخير وعمل وفير قال لما كنت في الطائرة نويت نية صادقة وأنا في الطائرة قال لما أتكلم بلساني قبل وأنا لم أتكلم بلساني قط فقطنيه ورسل إلى الحاجة وأنا لم أتكلم بلساني قط فقطنيه قال ما وصلت أرض المطار إلا ومفتحت الأبواب أمامي وتيسرت أموري ونجحت أعمالي نجاحا عظيما وتوالت علي الخيرات قال أنا ووقفت مع عهدي مع الله سبحانه وتعالى لم أنقل ذلك العقد مع الله مع أنه لم يطلع علي أحد من الناس ولا توجد عليه شهود ولا أي شيء فقط نية بينه وبين الله قالوا بعد خمس سنوات وسبع سنوات أنت تراهد المسجد الذي أمامك فلذلك النواية هذه تؤثر تأثير عظيم فقط أن تتنوي عليها وترسلها إلى حضرة القرم والجود وربنا عز وجل قد يحققها لك مباشرة لديت أخر المهم أنك تنوي طيب فشهر الرجب هذا بما في من الخيرات العظيم والبركات الكبيرة شهر الله سبحانه وتعالى هذا نقابله أو نستعد له من الآن بالنواية ننوي ثم الخسرة الثانية هو ضيف سيرحل لكل ضيف قرأ إن كان عائما بالسؤال وإن كان صالحا تلالك بطلب الدعاء هذا ضيف شهر رجب شهر الله ما هو إقراه ما هو إكرامه نعطيه ماذا عندما سيتين وسيرحل إقراه وإكرامه نعمل فيه الأحمال الصالحة نذكر الله تعالى ونقرى القرآن ونستقفر لأنه ورد الاستغفار بالخصوص في شهر رجب العظيم هذا ونعطي حبه من الصيام لأن الحديث وردت بالخصوص في صيام شهر الحرب طيب نعطي حبه إذن من الأكرام إذا دخل شهر رجب وخرج علينا ولم نعمل شيء من هذه الأعمال الصالحة هذا كأننا لم نكرمه ولم نأخذ بركات رجب إذا كان لدينا فعلها قدنا المساعدة اخطى فإننا كنتم شهر الرجب ولم نعمل إنها ثلاثة تصوصيب من شهر رجب شهر رجب وليس تصوصيب من حلبة الإنسان إذا مردت بمساعدة تتدعى شهر رجب على الواقع أجمله وهم لأنه يتأكد بمساعدة تقريب من حلبة الإنسان طيب الخصرة الثالثة أيضا من التي نستقبل بها شهر الرجل هذا ونعطي حقه بعد النواية الصالحة وعمل الصالحات على حسب الفراغ والاستطاعة وترتيب الوقت وعلى حسب نوعية الأعمال الصالحة وعلى حسب نوعية الأعمال الصالحة ولكن لا تنترك ولا تمسى الاستغفار في شهر رجل وستجي الحديث بعرغالي في فضائل الاستغفار في شهر رجل الخصوص الخصرة الثالثة العظيمة التي نأخذها في شهر رجل بعد مجي شهر رجل الشكر لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعطاك فرصة وعطاك حتى دركت هذا الشكر الجليل في هذا العام وأنت إذا شكرت الله على أي نعمة ربنا يحفظها ويزيدها أي نعمة كانت أي شيء تحبه ولا تريد أن تبقده اشكر الله سبحانه وتعالى عليه كرم هذا ولن يأسلبك الله أبدا لذا شكرت حتى إذا شكرت الله على الطعام كل يوم وكل ليلة أنت تأكل الطعام وتشكر الله عليه الحمد لله الحمد لله فغالبا لن تسلب عنك هذه النعمة عمرك كله ستأكل الطعام عمرك كله ستأكل الطعام لن يكون هناك مانع بينك وبين الطعام لا لمرم ولا لسبب ولا لأي مر آخر إذا لم تشكر الله على الطعام تأكل الأطعم أمامك وتنسى تقول الحمد لله شكر الله تأكل الطعام وتنسى تقول ربما يأتي وقد ترى الطعام أمامك ولا تقدر أن تتناوله أو لا تقدر أن تجده ولكن إذا شكرت الله على هذا سبحانه وتعالى ستبدأ هذه النعمة محفوظة معك وأنت لا تشعر بها وسيزيدك الله منها سبحانه وتعالى فذلك موسم رجب هذا وشهر رجب نشكر الله سبحانه وتعالى عليه لما فيه من الخيرات العظيمة والصالحون يشتاقون إلى شهرهم ويشتاقون إلى رمضان لكن شوقهم إلى رمضان من قبل ستة أشهر كان أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشتاقون إلى رمضان ويتمنون رمضان من قبل ستة أشهر من دخول رمضان وكانوا بعد رمضان يتذكرون رمضان وما فيه من العطاية ستة أشهر كاملة لذلك يعشون عامهم كل في بركات أنوار رمضان ورحمات رمضان ونحن علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشتاق إلى رمضان من شهر رجب أو أن نتذكر رمضان من رجب وأن نستعد لرجب من قبل دخول رجب فنشكر الله إذن على نعمة رجب ومن باب أولى نشكر الله على نعمة رمضان فإذن أمامك هذه الخيرات لأخذ بركات رجب أول ليلة هذه الليلة العظيمة So in front of you lies the opportunity to take the blessings of this month on the very first night it enters ويشتجاب الدعاء فيها On that first night that it enters, pray is the answer ونستقبل شهر رجب هذا بأول شيء في أول ليلة بدعاء البلان And the first thing we should do is make the prayer of the new moon upon that on the first night أمامك فرصة ثلاثة ليلي أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة من ليالي شهر رجب وكل شهر كذلك You have an opportunity in the first three nights of a rajab but likewise by extension all the other months لأجل تحوز بركات الشهر وهذا مربوط بدعاء عند روية الهلال So that you can attain the blessings of the entire month And this comes forward by virtue of the witnessing of the new moon وكان نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يقول Likewise would he say فإذا هل عليه هل عليه هلال جديد وخصوصا كهى الرجب يقول هذه الأجرية العظيمة فأولها إذا رأيت الحلال ولا يكون الحلال هلالا إلا لثلاثة الأيان ليالي الأول فضاء وبعدها يتحول إلى النماء ويفوت هذا الدعاء لذرية التي لا تقدر تفوت مخصص فضاء لثلاثة الأيان So when he sees the new moon and the new moon is only present upon the first and the second and the third night once the fourth night enters then you've lost the opportunity to gain the blessings of saying this great prayer انظر إلى السرح في النظر إلى روية الهلال تظر إلى الهلال وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر And look at the secret of gazing at the new moon You gaze at the new moon and you say الله أكبر three times وتقول ثلاث مرات هلال خير ورشد هلال خير ورشد You say three times the new moon is good and it brings right guidance the new moon is good and it brings right guidance وتقول كما إذا في حديث سيدنا طالحة بن عباد الله الأنصار اللهم حل علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام And like سيدنا طالحة بن عباد الله رضي الله تعالى عنه وردان He said Oh Allah يلي اللعوز تبركان اللهم حل علينا good fortune والإيمان and faith والسلام والإسلام and likewise security in Islam والتوفيق لما تحب وترضى and توفيق for that which you love and that which you're content فالمنظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يخاطب الهلال الهلال هذا شيء غير عادل لكن رسول يخاطبه خطاب التوحيد ويقول يا هلال ربي وربك الله يا هلال ربي وربك الله look at how the prophet has intimate discourse with the hilal the hilal is not a sensing creature but the prophet صلى الله عليه وسلم still addresses it Oh new moon your lord and my lord is Allah Oh new moon your lord and my lord is Allah and this is the is something well known the scholars call it speaking to non-sensey نتذكر معها وحدانية الله سبحانه وتعالى وسيأتنا بالله وحد وجل في علا ثم تشكر الله على نعمة الشهر الجديد ثم تشكر الله you show gratitude to Allah for the blessing of this new moon the prophet صلى الله عليه وسلم who's our great example and leader متبوعا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال الجديد يقول الحمد لله الذي ذهب بشهري كذا وجاء بشهري كذا لذلك أنت إذا هل هل هلال شهر رجب هذا ابحث عن مقان ترا فيها الهلال وانظر إلى هذا الهلال وخاطبوك ما علمك رسول الله واشكر نعمة الله على هذا الشهر وقل الحمد لله الذي ذهب بشهر جماد الآخرة وجاء بشهري رجب إذا عملت هذا خلال شهر رجب فغالبا احتمال 90 لا يمات إلى مية 99% وحذا معنى أن الله سيعطيك فرصة أخرى جديدة وصيطي العمرك إلى الشهر الجديد وإذا جاء شهر شعبان ستقول الحمد لله الذي ذهب بشهري رجب وجاء بشهر شعبان وستعيش شعبان وإذا جاء شعبان أنت هو الثالث وإذا جاء شعبان الثالث أو الثالث أو الثالث فأعظم الليالي في شهري رجب ثلاثة ليال أول ليلة في شهر رجب وفيها اشتجاب الدعاء كما جاء في الخبر عن سيدنا علي بن أبي طالب ويعتبر أول يوم من شهر رجب هذا يوم عيد لأن ما معنى العيد الناس يفرحون بالأعياد لماذا هي كناية فقط عن ما حصلوه من الرحمات الكبيرة هذه العيد انظروا عيد الفطر بعد ما حصل للبشر من الرحمات الكبيرة في رمضان من العتق من النار ومضاعفة الأعمال والعطايا اللهية فيفرح المؤمنون ويلبسون أحسن ثيابهم ويخرجون إلى المصلى لماذا لما حصلوا عليه من العطايا الباطنية وكذلك عيد الاضحى العظيم لماذا لما حصل قبله في يوم عرفة من التعرفات الكبيرة للناس والمغفرة الخذك وكذلك عيد الاضحى العظيم وكذلك عيد الاضحى العظيم الشيطان لا يريد الناس في سعادة ولا يريد الناس في مغفرة ولا رحمة لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرى الشيطان أحقر ولا أدحر في يوم مثل يوم عرفة وذلك لما يرى من عطايا الله سبحانه وتعالى لعباده وهذا الحديث دليل على أن الشيطان يرى العطايا الباطنية والرحمة اللهي المتنزلة التي لا يراها كثير من الناس ويرى بعض أمور الغيب حتى يرى الملايكة ويعرف لما كنت فيها الملايكة يهرب وما كنت فيها الملايكة بأبر كما هرب الشيطان في يوم بدر عندما رأى الملايكة تتنزل وهرب بليس فإذن يوم عرفة تأتي عيد بعض العظيمة من رحمات الله عز وجل وشهر رجب هذا تأتي بعده أشهر كلها حرم عظيمة كل شهر أعظم من الذي قبله وشهر رجب تأتي بعده أشهر من التواليات كل شهر أعظم من الذي قبله رجب is the beginning of this succession of great months منفخ the month فيأتي بعده شهر شعبان وهو شهر عظيم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن للناس شهر شعبان وقال يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يستحق الاهتمام ثم يأتي رمضان وهذا سيد الشهر رمضان وغنام الدهر كله غنيمة الدهر شهر وبركة العمر شهر رمضان ثم يأتي شهر شوال وهو شهر الحج وفيه البركات والخيرات أيمن ثم يأتي شهر القعدة وهو شهر حج وشهر حرام ثم يأتي شهر ذي الحجة وهو شهر حج وشهر حرام ثم يأتي شهر محرم وهو شهر حرام فكل تلك الخيرات متربطبة على شهر رجب وعلى أول يوم الرجب لذلك سيدنا علي بن أبي طالب أدرك هذه الحقيقة والبركات الأيام والليالي للناس التي تجعلها كأنها عيد ما قدروا الإمام البزار بسند حسن إمام البزار رحمه الله تعالى إن سيدنا علي بن أبي طالب لما خطب العيد في الكوفة كان بعض الناس يترببونه قبل إذهابه المسكب يريدون أن يسألونه ولكنه كان منشغلا فلم يتمكنوا من سؤاله طلوعه إلى الخطبة ودبل الصلاة فخطب العيدين وصلب الناس ثم خرجوا من الصلاة ولما راد أن يركب خيله جاء الناس إليه وسألوه وكانوا وسألوه عن حكم الصلاة النفل قبل صلاة العيد هل نصلي قبلها من لا نصلي قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها ولكن لا أنهاكم عن الصلاة ولكن لا أنهاكم عن الصلاة إن الله يقول أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى لذلك انظروا هذا الفهم الذي عند سيدنا علي هو الذي أخذه لأمة المذاهب الأربعة والعلم فليس الأمر الذي يتركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أمراً محرماً أو أمراً مبتدعاً لذلك سيدنا علي عندما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا علي عندما قالوا له هل نصلي قالهم النبي لم يصلي ولكن أنتم لا أنهاكم عن الصلاة أنتم صلوا ولم يقول لهم هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول لهم أنتم ستخالفون النبي فاتركوه مثل ما ترك الرسول قال لا أنتم تريدون أن تصلون لأن الأمر عام صلوا من أراد أن يصلي فليصلي وليس أخذ الشافعية بهذا الحديث أن صلاة التنفر قبل العيد لا تقرح لا للإمام ولا للمم حتى الإمام نفسه ممكن يتنفر هذا العالم قبل أن يتعرف المهم بعد أن سألوه هاده موضع الشهد يهنون سيدنا علي فانظر إلى المفهوم من سيدنا علي في العيد أكبر من أنه يكون في يوم فقط وأن كانت هذه الأيام عظيمة يوم الفطر ويوم الأولى فقال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه اليوم عيد وأمس عيد وغدا العيد وكل يوم نحن في طاعة الله نحن في عيد كل يوم نحن في عيد فلذلك العيد هذه مفهوم أعم وإن كانت عيادنا العظيمة يوم الجمعة الفطر والإضحى عيد ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا نظر إلى ما هو عيد وليس فقط عيد الفطر والإضحى ومن هنا نظر إلى العيد ومن هنا نظر إلى جوهر العيد وليس إلى مظهر العيد وقالوا ليست العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعاته تزيد هذا اللب هذا الحكيكة and that's why they say عيد is not for the one who wears new clothes but عيد is for the one whose obedience increases that's the essence of عيد فكذلك شهر رجب هذا بداية العياد العظيمة and so likewise also Rajab the month of Rajab that is the beginning of these great days of عيد فأول ليلة من رجب ليلة المباركة عظيمة so the first night of Rajab is a very blessed night ونستعرض الرحمات الله فيها كما قلنا بما شرناه من دعاء الحلال والأذكار وغير ذلك and we should expose ourselves to the diffusions of Allah subhanahu wa ta'ala's blessings upon that night through prayer etc gazing at the new moon as we may mention وليلة النصف من رجب and likewise also the midnight of Rajab وردت فيها بعض الآثار تبين منزلة هذه الليلة في وسط الشهر there are also the traditions that have been related that speak about the great degree of this midnight of Rajab وليلة السابع والعشرين من شهر رجب and in the third of them is the 27th night of Rajab وليلة السابع والعشرين على صح الأقوال إنها الليلة التي أسري وأعرض فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الاختيار ما ورد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم السابع والعشرين من شهر رجب كتب الله له صيام ستين شهر that the one who fasts upon the 27th day of Rajab then Allah subhanahu wa ta'ala will write for them the fast of 60 months 60 months is five years وهذا من أقوى لا حديث في صيام شهر رجب بل لا يوجد حديث بصيام يوم محدث في شهر رجب أقوى من هذا الحديث كثير من الحديث من صام رجب فله كذا وسضاه الله من نهر معه من اللبن وغير ذلك لكن يعني متكلم فيها ولكن شهر رجب هذا يوم السابع والعشرين هذا منزلته العقمى لماذا؟ دين للخصوصية التي لأكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإسر والمعراج في هذه الليلة العظيمة فانت افرح بشهر رجب هذا وبيوم السابع والعشرين أكثر تصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم السابع والعشرين كان فرحان مسرورا في العطاية الإلهية والإكرامات اللي هو الأمة واصبح يوم السابع والعشرين فرحان يبشر أصحابه أبو بكر وعمر أكرمني ربي بكذا وأعطاني كذا وكان نفسه وكان نفسه اليوم هذا يوم السابع والعشرين كفار قريش حزيني أبو جاهل وأبو الهب وغيرهم أبو شمع الزين وكانوا لا يريدون الناس أن يسمعون الأخبار العظيمة التي حصلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يذهبون الناس أن يذهبون الناس وكانوا نفسه في العطاية أبو لحنا أن يسأل المنسألين واصحابه فرحانين مشرورين حصلت الخيرات العظيمة في تلك الليلة وكذلك إلى زمننا هذا يمكن يأتي شهر رجب ويأتي يوم السابع عشرين وناس فرحانين بشهر رجب ويذكرونه أو ناس لا يريدون أحد يذكر الإسراء والمعراض ولا شهر رجب وكذلك في نهاية عامنا فانظر أنت هل موقفك يفرح مثل الصحابة أو موقفك منك مشيء مثل أولادك كفّهر رجب فان ظلم أنت تفرح وكنت فرحانا فأنه باوهم ستفرح وكنت فرحانا فأناك إذا كان بابو بكر والصحابة والتابعين كلهم فرحاني بشاه الرجب وفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت إذا سمعت أخبار الرجب والإسراء والمعرائي تنكمش أو لا توجد أن يتكلم هذا فامتبه فأن الذين عملوا هذا هو الكفار في مكة زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضرقات رجب أيضا للإستغفار وقد ولدت الروايات شهر رجب في هذا الذكر بالخصوص سبعين مرة رجب فرلي وارحمني وتب علي سبعين مرة إذا أصبحوا سبعين مرة إذا أمسى حرم الله لحمه على النار وإشار الحافظ بن حجر إلى تحسين هذا الحديث وهذه ليس العمل الوحيد الذي من عمله حرم الله لحمه على النار توجد عندنا في الدين أشياء كثيرة من عملها ما شاء الله واضب عليها حرمه الله على النار مثل أربع رفعات قبل الظهر واربع رفعات بعد الظهر حنواضب عليها محرما على النار نور المومنين والمومنات يتفع النار لأن نور المومن أعظم يعني the light of the male believers and the female believers that it extinguishes the fire because their light is more powerful وقد رأى الإمام التلمذي رضي الله تعالى عنه عند بي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر المومن على الصراط مومن يشمل الذكر والأنثى لأنه ليس هنا المومن الألف اللام للوحدة لما هي الجنس يعني الجنس المومنين فإذا مر المومن على الصراط تكلمت النار انكمشت النار وتكلمت وذالت جزء مومن يعني مر بسرعة فقد أطفى نورك لها به هذا نور الإيمان بالله وأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنوار الرسول التي نحملها في قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى كل مومن ومومنة يحملوا داخل قلبه نور من أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا النور يقوى بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتخلق بأخلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقيام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك منبركات شهر رجب هذا أن نكثر الاستغفار فيه وكان السلف الصالح يقولون شهر رجب هذا شهر الزرع وشهر شعبان هذا شهر النبات وشهر رمضان شهر الحصاد وكان السلف القدامى والعلم يقولون شهر رجب هذا شهر الاستغفار وشهر شعبان شهر الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم لأن آية الله وملايكته يصلون على النبي نزرت شهر شعبان وشهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان كانوا يقولون شهر رجب هذا سمي شهر الله لأن العطايا والتعرف من الله للعباد بلا وسطة في كل الأوقات الرحمات تصب فلذلك سمي القصب الذي فيه الرحمات من الله في الأوقات ولكن هذه الرحمات تأتي في القلوب أو بسبب الأعمال الصالحة نسأل الله أن يباركنا في رجل إن شاء الله وأن يبلغنا رمضان ونعين على الصيام والقيام وأن يحبب إلينا العبادة نقوم بالعبادة مع المحبة لها مع المحبة لرسول صلى الله عليه وسلم نتذوق حلوة العبادات والطاعات ويغفر حظنا وحظ هذه الأمة من رمضان ومن شهر رجب العظيم هذا يصلح فيها حوال الأمة كلها وينزل علينا سبحانه وتعالى وعلى الأمة البركات والخيرات ويستجيب لنا ولكم فيه الدعوات ويستجيب لكم هل هناك أيضاً سؤال؟ في أمريكي لدينا حقا 27 موسكين و بعضهم يقولون أننا يجب أن نبغي على اليوم عرفة و بعضهم يقولون أننا يجب أن نبغي على اليوم عرفة لأن هذا هو نبغي على عرفة أمريكي أن نبغي على اليوم عرفة أنتظر لا يعرف أننا نبغي على اليوم عرفة أننا نبغي على اليوم عرفة اليوم لنبلغadaşلك أيضاً يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس في مكة يوم عرفة اليوم يعرف الناس وتعقبوا بعد ذلك مناسك الحج لأنه يتعلق بالحجل الناس في الناس في الناس يوم عرفة اليوم كذا وكذا ويوم عيد يوم كذا وكذا أي شئ؟ أنا اريد أن أتأكد أنك تتحدث عن أعطارات Does the same rule apply to when you make a vow to Allah سبحانه وتعالى Could you just make your question clearer Okay, when I was pregnant I made a vow that if I was to have a son I was sent in to Hathramut to become a sheik but then I later found out that I have to Well you better fulfill the vow then But I found out that I have to travel with him or his father has to travel with him so do I have to fulfill this vow? What were the exact words that you used having your son before he gives his answer? What was the exact words you just made the know of? His vow was Ya Allah, if I'm blessed with a son please let me send him to Hathramut to become a sheik and to become a alim So Habib's first and foremost saying that that which you made is not a vow Okay, so it's not a vow So what he means by it's not a vow it doesn't have the rules that pertain to the issues of vows that you find in the books of Jewish people I mean, vows have to be proceeded by swearing an oath by Allah Ta'ala I mean, Wallahi, and by God, or Billahi, or Lillahi Alayhi those type of specific ways to make vows inside of the law upon which rule is done واصيقة النذر الشرعي كذلك لله علينا فعل كذا وكذا نذرت ونفعل كذا وكذا المترجمات أسألت كذلك ليست يعني نذر شرعي لكن ان تيسر أرفاله ولو يعني زياره إلى حضرموت بركة ماداما بتعلقت هذر وهذا لم يتيسر فلا حرج عليها لأنه ليست غير لك فلان أنت تنسر حضرموت لكي تستطيع أن تسر حضرموت سيطيع حتى jeśli تشته با بركة ثم ان شاء الله تكون гарد وحال لم يتيسر فلا حرج عليها أسفل لا تتساعد لا تساعد جزاك الله خير سلام عليكم إنشاء الله السلام عليكم ماذا هل يستطيع أن أقوم بإطلاق هذا بسفهد دوا في عام رجل؟ أجل نعم 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 وإذا كان ابن رمضان ألعدنا الدعاء الرعاق وشربان أبلغنا رمضان إذا كان الله أن الله بالمعرفة صلى الله عليه وسلم سأل عديد رمضان الله باركنا في رجل وشربان وبلغنا رمضان الله سأعطنا رمضان بما يطررنا رمضان نظر الحلال أقل شيء حادث بعى ثلاث مرات حلال خير ورشد حلال خير ورشد ثلاث كلمة سكرة التكبير ثلاث مرات الحمد لله الذي ذهبه في شهر جمعات وزاب شهر رجب البعض بسهر القناة والذي ترحبه في شهر المنزل ويشاء跑 دعونا الجمعات المنزل أعجب لا يكلمون الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء المحرر ودحم كما أنه لي错 Would not go to the Messenger صلى الله عليه وسلم أنه رعى ربه هذا من خصوصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رعى ربه في الدنيا بعين رأسه أول السلام is that the Prophet صلى الله عليه وسلم saw Allah سبحانه وتعالى with naked ocular vision inside of this world whilst awake صلى الله عليه وسلم هذا هو رأى سيدنا بن عباس رضي الله عنه بسند قوي يثبت هذا بن عباس هذا هو رأى سيدنا بن عباس رضي الله عنه والرام with a strong chain of transmission كانت سيدنا عيشة صغيرة في وقت لسر والمعراج كانت لتزال صغيرة جدا عيشة رضي الله عنها وعدها she was very young when the Prophet صلى الله عليه وسلم held the ascension ظنّت أن ذلك لم يكن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم this is in accordance to her own understanding that she thought that the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't see Allah تعالى لكن سيدنا بن عباس كان مثبت هذا ولا يقول هذا هو قال هذا بدليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورده he affirmed it and he affirmed it based upon sound proof ولما يقولون إذا حد الصحابة قال لا أعلم كذا أو قال لم يحدث كذا والصحابة إلى آخر قال حصل كذا أو قع كذا فالمثبت هذا يقدم على النادي إذن الصواب عند الإمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى وهذه الرؤية في الدنيا ممكنة للأنبياء لذلك سألها سيدنا موسى والأنبياء أعلم الناس بما يجب ما لا يسأل من الله وما لا يطلب من الله فلا يتأتن سيدنا موسى لا يعلم ماذا يسأل من الله ولكن لحكمة ما علق الله رويت سيدنا موسى على الجبل وليس ممكن أن يسأل من الله سبحانه وتعالى فهو شيء ممكن فهو رسالة فهو رسالة الله سبحانه وتعالى يعني فهو رسالة فهو رسالة رسالة وقعه موسى ترجمة نانسي قنقر الموسيقى الموسيقى موسيقى الموسيقى هناك الظهاب إلى الله و هناك الطيران إلى الله قال سيدنا إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيخده وربنا ليس في مكان حتى يذهب إلى سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى إلا أنه في ذهاب التقرب إليه سبحانه وتعالى ولكن هذا ذهاب الأنبياء مبام عظيم الناس العاديون أيضا يذهبون إلى الله وهم ثابتون في أماكنهم لكن الذهاب بالأعمال والصفات لذلك يقولون أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مع عدم إهثاء مع إهمال الصفات الباطنة هو كالساير يسير إلى الله سبحانه وتعالى كالشخص الذي يمشي على قدمه لكن الذي يتقرب إلى الله بالأعمال الصفات التواضع والحلم والرجاء وما محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتقرب إلى الله تعالى طيرانا والطاير أسرع من الساير والذهاب إلى الله أو الطيران لا يخوف أبدا وغالبا هذه خواطر التخويف من الشيطان لا يريد الإنسان أن يطير إلى الله لأن ربنا أرحم بنا من آبائنا ومخاتنا وأكرم بنا من كل حد حتى قالوا أي شيء أنت تخاف منه تحرب منه خفت من النار هربت خف من الهد هربت لكن إذا خفت من الله تحرب إليه لأنه لا ملجم من الله إلا إليه إذا إذا خفت من النار هربت النار cuidado يعطيك آمالة يعني if you feel Allah subhanahu wa ta'ala flee unto Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala يعني will give you may Allah subhanahu wa ta'ala draw us near to him ربا غفر لي ورحمني واتوب علي ربا غفر لي ورحمني واتوب علي ربا غفر لي ورحمني واتوب علي سبعين مرتك والصباح could you please repeat the du'a for forgiveness يعني one should read in rajah 70 times morning and evening have you said ربا غفر لي ورحمني واتوب علي ربا غفر لي واتوب علي you say that 70 times ربا غفر لي واتوب علي وهادي لا تأخذ دقيقتين بسرعة تنتويش في الليسان ربا غفر لي ورحمني واتوب علي ربا غفر لي ورحمني واتوب علي it won't take two minutes it just flows off the tongue have you have any questions inshallah uh and شكرا 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 أول الأولويات أول الأولويات الخصوصة الأولوية ما هي المترجمات المسلمين في المسلمين في هذا الوقت؟ أول الأولويات التي تجمعهم بعد ذلك وتوفقهم وتحفظهم وتجعلهم محبوبين عند الله اقتداهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم النظر في تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واخلابهم باخلاب رسول الله والديان بعمال رسول الله هذا الجامع الذي يجمع الأمة والذي يتخلق صاحبه بالرحمة هذا اليقاع الذي يجمع الأمة كلها والذي يجعل الإنسان يفرع الأولويات الأخرى تفريع صحيح على قاعدة صحيحة إذا كان مربوطا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفرع الأولويات الأخرى تفريعا صحيحا إذا كان مربوطا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أساس الارتباط والمحبة بالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الأولويات الذي بعد هذا This is the basis of the bedrock of the foundation from which other things are going to be derived other types of priorities will be derived and if this foundation is bedrock is not sound then nothing else likewise will be sound And this is also what gathers brings the actual Ummah and we'll prophesy some together And so thereby we return back to the first priority that Allah subhanahu wa ta'ala gave this nation which is about perfecting our connection to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and our love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam And that we inculcate in ourselves the actual character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam And it's this sort of spiritual connection with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam it makes manifest the reality of religiosity The reality of religiosity which alludes to things like mercy and love and proximity to Allah ta'ala and that we'll be away with the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam المترجم للقناة المترجم للقناة عندما أحد أشخاص معك ماذا يجب أن تأخذ إذا يؤمن أنه يؤمن المترجم للقناة نحن ذكرنا أنه يتذكر حاجتهم إلى هذه المسامحة من الإنسان فأن الظلم الذي لا يتركه الله ظلم الإنسان للإنسان هذا الذي لا تكون فيه مسامحة أبدا أما ظلم الإنسان لنفسه الذي يسامحه الله عز وجل قبل المظلوم يتذكر حاجتهم لأنه في حالة أن المظلوم ما يسامح الظالم فالظالم هذا يتعرض لعذاب لا يطاق ويتعرض لعقاب لا يصور أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن العذاب هذا ما ينزل بالإنسان لذلك يستدر مننا العطف على الظالم فهو في الحقيقة هو المظلوم ليس المظلوم لأنه يحتاج إلى هذا حبيب حبيب يقول أن شخص يتذكر من الناس يجب أن يتذكر فهي يسر بخير فهي تذكر في تذكر فهي يجب أن يتذكر فهي تذكر في يتذكر في أين فالظلم حينيذن عندما يكون مرتهن بالمظلوم إن سامحه المظلوم سامحه الله عز وجل ما سامحه المظلوم شيء لا يصور من العذاب الذي يمتظره والنقال والوباء و هذا الظلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ظلم لا يتركه الله عز وجل لا يتركه من غير عقاب وهو ظلم الإنسان للإنسان وهو ظلم هذا لهذا مهما كانت قرابة الإنسان لو كان أب أو كانت أم أو كان زوج أو كان قريبا فالدار الآخرة تتقطع الأنسان فإذا نفخه في السوري فلا أنساب بينهم يومئذن ولا يتساءلهم بل من عالم القبور كما ذكر بعض العلمات أنسابنا هذه بسبب النقاح هاد أبو هاد عم هاد خال هاد كدام و هو الذي خلد من الماء بشرا فإزعاله نسبا وصهرا فانظر كيف تاتي لكن في الدار الآخرة إذا حصل الظلم تاتي العدال إلهية ولو من أب أو أم أو ذلك فلو استخدم الأب أو الأم مثلا سلطته الروحية من الله أن الله وجب على الأب أن يسمع كنام الأبن في آثي ثارد شيء على الأبن أو الأم أو في ظلم الأبن أو البنت سيعاقب على هذا وإن كان في الدنيا لا أبو ذي الإبن أن يلتزم الأدب لكن الله عد الفواق لك سبحانه وتعالى So the parent if the parent uses that spiritual power that Allah gave parents over their children in that the children have to sort of listen to their parents but if they misuse that trust and thereby they wrong their children then in this world the child has to listen to the parent but in the next world then divine justice will be exacted I mean what if somebody sees So someone here, there's a question here what if someone sees himself fighting Jarl I don't know what Jarl is but I think Jarl is the Dijjarl I think he's mentioned here Dijjarl and if someone sees himself fighting I think he means the Dijjarl in a vision i.e. a dream during Marfib Salah what does that mean? or if someone sees you in the group as a church what if someone sees you in going there, you bajo abach as a church Who takes this knee Waashям Allah This is of truth either there will be the first prayer, or after or before prayer he knows it is in one kita to kill the Dijjarl Habib said that this is a good dream that does whether you fight Dijjarl before prayer and let it out or after prayer it's all good إن شاء الله ينشغل بالجهاد في هذا الوقت ويكون مع الفئة العظيمة التي تنافح دائماً ضد الدجال هذا يعني أن يكون هناك شخص يتعامل بشكل صحيح ومعشاء الله تبارك الله ومعشاء الله تبارك الله ومعشاء الله تبارك الله ومعشاء الله تبارك الله لأن الدجال بعد ذلك أخر زمان يقاتل بقوة خارقة وليقدر أن يهزم المسلمين لكن المسلمين يتناومون القتال ضد المسيح الدجال وحروق المسلمين ضد المسيح الدجال وحروق المسلمين ضد المسيح الدجال في آخر زمان أشبه بالانسحابات مثل ما يعمل سيدنا خالد بالوليد لماذا؟ انسحاب بالمسلمين يعني the way the muslims deal with the actual antichrist at the end of time it more so resembles a strategic retreat in the same way we see the battles of خالي موليد رضي الله تعالى عنه ورده he more sure goes into when strategic retreat in his battles حتى نزل سيدنا عيسى بن مريم يتولون الحجوم بعد ذلك ويقتلون المسيح الدجال ومجيد سلمير عليه السلام descends then it's all out attack لكن ما قبل ذلك كما في موجود في الروايات في الأخبار هما من هنا إلى هنا ينسحبون وكر وفريحون عن مسيحة but as the traditions يعني alluded that prior to the descent of Jesus عليه السلام it's all sort of retreat from place to place وهو لا يحزمهم كلهم المسلمين ولا ينتصرون على نصر مؤذر إلا بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام and he does not vanquish the actual Muslims and know that the Muslims completely vanquish him until the descent of Jesus عليه السلام because the affairs of the Antichrist are miraculous and nobody is able to bring his affairs to an end except that a prophet and that is Jesus the son of Mary عليه السلام some more holy some more holy some more holy some more holy فراء هذه الآيات مسح عن وجه النوم إذا قام صلى الله عليه وسلم مسح عن وجه النوم قبل أن يتوضأ وأن يذهب إلى الوهو ويقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل والألباب وينظر إلى السماء والسماء كل ما أعلى حتى يكفي أن ينظر إلى السقف الذي يكون في البيت ويلتفت إلى الأعلى ويمسح النوم عن وجهه ويقرأ هذه الآيات كما كان النبي يفعل محمد صلى الله عليه وسلم So the first is that the Prophet صلى الله عليه وسلم when he would wake up from his sleep صلى الله عليه وسلم the first thing that he would do is that he'd wipe the sleep out of his face صلى الله عليه وسلم and he would gaze towards the sky صلى الله عليه وسلم and he would begin to read the last ten verses of Surah Ali Imran صلى الله عليه وسلم and the sky for us is anything that is above also even gazing at the ceiling means that you're actually fulfilling the sunnah in this regard وحناك الدعال آخر في البخاري هذا عظيم يعمله الإنسان إذا قام صلى الله عليه وسلم واخر الليل من التهجد قال هذه الدعوات اللهم أنت نور السماوات والأرض أنت قيوم السماوات والأرض أنت زين السماوات والأرض So here the hadith in Sahih al-Bukhari Oh Allah that you are the light of the heavens and the earth you are the sustainer of the heavens and the earth that one set at the end of the night So the question here is do bad deeds actions of an individual affect their children's lives Habib says no Allah says no soul bears the burden of another soul Allah will not take somebody to account for the sins of another person What affects children is how they're raised فهذا الذي يؤثر حتى قد نكون بعض الناس قد يكون مخطئا ولكن من التربية وقد تكون صحيحة فالمدار على حسن التربية للأولاد يعني even somebody even when they're erroneous in their acts they do bad acts but they've raised their children well what is most important is how they've raised their children وعلى الدعوات من الوالدين and likewise upon the prayers that have come forth from their what? from their parents the prayers that the parents make for the child دعوات الوالدين تؤثر ولو بعد حين يعني the prayers that a parent makes for the child always exacts an effect even if it's after time has transpired وخصوصا الأمهات especially mothers ولذلك حتى في حال الغضب الأم ما يمكن تدعي على أولادها ولو حال الغضب and that's why a mother should really be careful not to pray against her children when she's angry with them لعن دعاء الوالدين مقبول because the prayer of the mother is acceptable بسم الله بسم الله مستطعام السلام عليكم بسم الله السلام عليكم يا شيخ بسم الله بسم الله بسم الله اكثر بسم الله يعني you live in order to change التغيير يختلف باختلاف الناس and here يعني change يعني is in accordance to people يعني if you're somebody who has sort of political power then يعني one law can be affected can be superseded by another law وإن كنت من عوام الناس في يكفيد انكار بي قلبك فقط and if you're from the people who have no sort of political power then just find an irreprehensible when your heart suffices you ومن لا يقتنع بهذا من المسلمين هو في دائرة الإيمان في دائرة الحفظ من الله سبحانه وتعالى من المؤمنون في دائرة الإيمان في دائرة الحفظ من الله بي سبحانه وتعالى and the believers remember are inside the sphere of divine protection Alhamdulillah at the time of Prophet Lou the Muslims do we and the second part of what Habibus was mentioned there like in America it's not it's not legal in every state is it and he said by being sure of the fact that it's not legal in every state you've got to look at those states in which it's not legal as to why it's not legal in those states what Habib's saying that law can affect other laws but I mean for some people asking me or me even asking them the question I mean does this type of way of life that human beings are living cause the wrath of Allah like the time of Luke or Pompeii them type of things Habib is saying that so long as there's people who say Allah Allah and say la ilaha illallah I mean the great wrath that you fear of Allah will not descend and so long as there are people the prayers of Muslims are being raised unto Allah and people are connected to the Prophet then those type of tribulations that destroy nations will not descend from Allah and that's the basis that's the basis as long as you dislike it inside of the heart that's the basis so what is the meaning of that's the prayer of Nuh it's good for one to say this prayer to raise any oppression and wrongdoing from the land and thereby Allah will grant one victory not in accordance to what you perceive victory to be but in accordance to what Allah knows victory to be so the question is what would you give what advice would you give to the youth of today who want to establish five prayers but struggles the first we would say that they should assist one another and they should come together in order to assist each other inside the desire because a person can find it difficult and can be weak when they buy themselves or when they when they're in groups and they're finding strength in each other then this makes it easy by themselves then they can be weak in the face of the devil and likewise secondly we said that they shouldn't listen to the actual insinuations of the devil when that prayer is too hard and too difficult and too long and they should just look at how easy Islam has made prayer صل في المسجد صل في المسجد صل في المسجد مثلا ما قدرت في المسجد في البيت تقيم مكان طاهر صل أول الوقت وسط الوقت آخر الوقت صل في الجماعة صل وحدك لا تترك الصلاح كلها اعمل لك سواك الصلاة بسواك بسبعين صلاح and if you're not able to pray in جماعة pray by yourself or use سواك مع التآذر مع الاخوان والنظر إلى التيسير اللي ربنا يسره في الصلاة تنبع عنده الهمة والرغبة and with support from brothers and your gaze at the fact that Allah has facilitated made easy prayer then you'll hear your himma your aspiration or your resolve to pray will be a fair صلواتنا ليست كصلوات ابن الزبير وطلحة بن عبيد الله ومصعب ابن الزبير our prayers are not like the prayers of مصعب ابن عمير وطلحة ابن عبيد الله وعبد الله بن الزبير صلواتنا كلها تبليغتين ثلاث دقائق our prayer two minutes three minutes or five دقائق or let's say five minutes ابن الزبير هذا يركع ركعتين معد العشاء إلى صلاة الفيضر عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورضا نحن ركعتين بقت أربع ركعات ثلاث ققائق أربع دقائق and we pray four ركعات two minutes three minutes صيدنا علي زين العابدين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعات نحن سبعة عشر ركعات 17 ركعات أقل شيء من غير نوافل يعني without taking into consideration ركعتين الفجر يعني two ركعات الفجر أربع الظهر يعني four of ظهر أن ربنا عز وجل ما يحبنا على شيء ولا يحب عبده على شيء من لما يحبه لما يؤدي صلاة الفروق الخمس أهل and here our prophet has told us that there's nothing that Allah looks more from a slave than praying those five prayers per day أعظم محبة من الله لعباده لما يصلون تاتيهو المحبة الكبرى ما تقرب إلي المتبربون بمثل أداي ما اضطرته عليه ويكترى من قول يعطيه الله القوة ويقول ويكترى من قول ويكترى من قول يعطيه الله القوة القوي ويقول القوي يا عزيز القوي is the strong العزيز is the mighty the almighty make off mention those names of Allah تعالى صل قائما إن لم تقدر قائما فجالسا إذا كان مريضا صلي مستلقيا لا يتلق الصلاة سلح بين العبد وربه أخر شيء يكثي أن تتصور أنك تصلي إذا كان مريضا يعني where is possible scenario just imagine that you're praying can 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 is it permissible to make it اعتكاف in رمضان it's already in Rajab and Khabib says yes a corn to the shafi is called as soon as you step your foot step foot inside of a mask you can make the intention to do the and then you add the moment and there after you begin to sort of add up the hours each day that you do the and then you add the moment until it reaches 24 hours and when you do that you fall inside the sphere of the tradition which says that Allah will distance you from the fire من اعتكاف يوما وليلة 24-20 ساعة 18 ساعة ليلة 18 ساعة 18 ساعة وليس متوالية مباشرة whoever نزي اعتكاف and retrieves into the mask for 24 hours one night and one day meaning 24 hours even if those hours are all split up divided up باعد الله بينه بين النار سبعة خنادق كل خندد أبعد مما بين السماء والهر معنا كناء عن معدل من then Allah سبحانه وتعالى will distance them seven ditches from fire with each ditch being the distance more than the distance of the heavens and the earth وإذا أحب المسجد الإنسان أحبه الله and if a person loves the mask then Allah تعالى loves them أحبه الله and if you want to موسيقى موسيقى لا يستلزم من وجود الروحة زيارة الروح وإن كان الروح المبنين تتلاغى تتزاور كمعقدة القيم فصلا كاملا في هذا المعروف وحتى إذا مات الميت منا ووضعنا جسده في التراب وروحه أرواح الذين ماتوا قبله من أقاربه تأتي أرواح من الروح الميت الجديدة وكل واحد من أموات يسأل عن أخبار أضربه في الدنيا ما دفع الفلان ما دفع الفلان ما دفع الفلان ما دفع الفلان ما يقولهم فلان سافر فلان حتى ينفالون عليه بالأسئلة فيقول الأموات لبعض من البعض ارفقوا عليه إنه جاء جديد من عالم الدنيا لا تكثروا عليه بالأسئلة انتظروا قليل حتى يرتاح ثم سألوا ما تريده وهذه علامة على حسن الخاتمة لأن كل مسلم يموت لأناس ماتوا قبله فهو يشتاق لهم وهم ينتظرونه أيضا خصوصا إذا كنا نستغفر الأموات ولا ننساهم والله مغفرهم والله مرحمهم نهدي لهم الثواب الأعمال الصالحة والأحاديث بهذا كثيرا جدا and there are multiple traditions in that regard ويسعدنا كمال السعادات ويجمعنا الخيرات في جميع الجهات يحفظ الأولاد والبنات والذريات اليوم الدين من سائر الفتن ويسعدهم كمال السعادة ويجعلنا وياهم الحسنة منها الحسنة وزيادة ويجعلنا وياكم مفاتيح لكل خير ومغاليق لكل شر مسعودين مباركين حيث ما كنا وأينما كنا ويربطنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويجمعنا على حوضه العظيم ويجمعنا في برازخ الأنوار مع عبادها المحبوبين أو ريالان مدربين في حضاير القدس وفي مقاعد الصدق خالدين ويحفظ هذه البلاد وينورها بأنوار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ويحيطهم بالعنايات والرعايات وكمال السعادات في جميع الحوال والحالات ويجعلنا وياكم من خواص المتحبين فيه والمتزاورين فيه والمتزارسين فيه ويباركنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا ويعينكم على كمال الصيام والقيام ويحفظنا سبحانه وتعالى من الأمراض والآثام ويرقينا في المراتب الفاخرة ويجعلنا مفاتحهم وكل خير مغاليب لكل شر ويعجل بالهدايات لهذه البشرية والصلاح للمسلمين والهدايات للبشرية في مشاهد الأرض ومغاربها والسفرج المسلمين والسرور والاربط بالنبي محمد في خيرات في الدنيا وبعد الممات وسرع الفاتحة وإلى حضرة النبي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة